في مصر نكمل طبعا عن نكمل أخبارنا مرة تانية ونشوف الاتحاد المصر لكرة اليد اللي أعلن أمس عن تفاصيل تجهيز منتخب اليد لأولمبياد توكيو اللي جاية إن شاء الله ويعني كان الكلام عن الجلسة اللي جامعه طبعا المدير الفني المنتخب مع الاتحاد جارسيا طبعا أمس السلساء الوضع برنامج الاعداد لأولمبياد القادمة وقال إنهم اتفقوا على خوض وديتين مع المنتخب الإسباني في الأسبوع الدولي في شهر مارس اللي جاي والمباراتين هيكونوا بيقاموا في إسبانيا وقال كمان الاتحاد بيتواصل حاليا مع الاتحاد الفرنسي والكرواتي لخوض وديات معهم لكن الأمر لسه ما تحددش بسبب طبعا ظروف فيروس كورونا وبسبب أوراعة مصر في أولمبياد توكيو وأكيد الوديات لازم تكون موجودة لازم تكون بتحتك برضو ما ينفعش بعد ما تخلص كسع عالم اللعيبة ترجع عند إيتها وإنت تكون لسه ما عندكش استعدادات لازم تقابل منتخبات قوية حلو إنك تلعب مع إسبانيا مرتين هناك حلو إنك تقابل تشوف تعمل دين مع كرواتيا مع أي أن كان مين المنتخبات الموجودة عشان يبقى فيه احتكاك بين اللعيبة اللي بتتجمع في منتخب مصر وما بين الخبرات اللي موجودة برلي أكيد بتكتسبها مع كل احتكاك واكيد طبعا المدير الفني بروندو عايز يعمل ويشوف ويشوف بعض اللعيبة اللي موجودة هنا ويشوف مين اللي هيكمل مين اللي مش هيكمل لو فيه لعيب ممكن ينضم جديد كل دي الاستعدادات دايما لكل المنتخبات بتبقى